السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا أيها الفلحون قبل أن نبدأ أرغب في أن تشاهدوا معي صور الشمندر التي تظهر على الشاشة ما هو في رأيكم؟ قد تكون أمراضا ربما حسناً، توقعوا مرة أخرى في هذا الفيديو، سنكتشفوا سوياً أن هذه العلامات ليست مرتبطة بالأمراض بل بشيء آخر ضروري لنمو الشمندر السكري بشكل صحي لذا، اجلسوا براحة وتابعونا طوال الفيديو لفهم أفضل هيا بنا لنبدأ بالآزوت، العنصر الأساسي لنمو النباتات قد تظهر أعراض نقص مثل إسفرار الأوراق بسبب سوء توزيع الآزوت فلال دورة الزراعة إذا لم يتم توزيع الآزوت بشكل صحيح، فإن بعض أجزاء النبات قد تعاني من النقص بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي غسيل الآزوت بعد هطول الأمطار الغزيرة أو الري الزائد إلى نقص الآزوت في الأرض لتجاوز هذه المشكلات، يفضل توزيع الآزوت بشكل متوازن ومراقبة الظروف الجوية بعناية لضبط الكميات المستخدمة لنتحدث الآن عن الفوسفور، الذي يعد أساسياً لتطوير الجذور من المهم عدم الخلط بين نقص الفوسفور والأمراض مثل مرض الحراقية، الذي يسبب أيضاً تباط النمو وتحول الأوراق إلى اللون الأرجواني عادة ما يكون نقص الفوسفور مرتبطاً بالتربة الحمضية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الكلكير في حالة الظروف الباردة، من المعتاد أن نشهد عائقاً في انتصاص الفوسفور يمكن أن تبطئ درجات الحرارة المنخفضة مؤقتاً عملية الانتصاص، مما يزيد من أعراض النقص للتغلب على نقص الفوسفور في الشمندر، يجب استخدام تسميد فوسفاتي مناسب وانتظار ارتفاع درجات الحرارة وبطبيعة الحال لا يجب القيام برش أي مبيد ضد الفطريات لننتقل الآن إلى البوتسيوم، الذي يعتبر أساسياً لمقاومة النباتات ولجودة المحصول من المهم جداً عدم الخلط بين نقص البوتسيوم والأمراض، خاصةً في سياق الشمندر السكري قد تشمل أعراض نقص البوتسيوم حوف أوراق بنية يمكن أيضاً أن تظهر حروقاً على طول حوف الأوراق وبين الأوراق الكبيرة للنباتات البالغ قد يزداد نقص البوتسيوم في حالات التوتر الناجمة عن الجفاف لعلاج هذا النقص، استخدموا الأسمدة البوتاسية وتأكدوا من الري بشكل جيد فيما يتعلق بالبور، يمكن أن يؤدي نقصه إلى ذبول الأوراق مع ظهور بقع بنية أو سوداء على سيقان الأوراق تتساقط الأوراق الشابة وتصبح سوداء وتجف تدريجياً إذا استمر نقص البور، فإن البرعم الطرفية قد يتأثى، مما يؤدي إلى مرض قلب الشمندر والعفن الجف من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقص البور في الشمندر السكري، تواجد الكلكير في التربة وقلة الأمطار لتجنب هذه المشكلات، راقبوا بعناية علامات نقص البور، وإذا لازم الأمر، أضيفوا أسمدة تحتوي على البور لتعزيز نمو الشمندر السكري بشكل صحي في الختال، لضمان زراعة مثل للشمندر السكري، من الأمور الضرورية معرفة تكوين التربة من خلال تحليل منتظمة تساعد هذه التحليل في اكتشاف نقص العناصر الغذائية، بما في ذلك النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والبور علاوة على ذلك، يجب مراقبة حقل الشمندر السكري بعناية ستمكنكم هذه المراقبة من الاستجابة السريعة لعلامات النقص والتعامل مع الأمراض أو أي مشاكل أخرى قد تظهر